يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن تلت نصائح كمة في الجودة هذه النصائح الانسان لو اتباع في حياته لن يشعر بألام ولا مواجه في حياته أبدا وسيكون أنجح الناس وسيكون أسعد الناس في حياته أول حاجة اتق الله حيثما كنت بعض الناس عيشة في الدنيا دي عبسا قل ربنا عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق ربنا عز وجل لم يخلقنا في هذه الدنيا لا ربنا عز وجل خلقنا للامتحان هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله ويوم القيامة هناك حساب وربنا صلى الله عليه وسلم قائم على كل نفس بما كسبت وهو صلى الله عليه وسلم رقيب وهو سميع وهو بصير وهو صلى الله عليه وسلم لا تأخذه سنة ولا نوم يعني لا تأخذه غفلة ولا نوم فالإنسان يعلم أن الله عز وجل رقيب عليه وسميع وبصير ومضطن عليه السيدة عيشة رضي الله عنها قالت في قضية الزهار دخلت عن عز وجل صلى الله عليه وسلم وكانت تهمس له في أذنه صلى الله عليه وسلم والسيدة عيشة كانت في البيت وبعدين تشتكي إلى الله قالت يا رسول الله زوجي قال أنت عليك هذهر أمي كده بقى الطالب انتهت الحياة بتشتكي وتتألم فنزل سيدنا جبريل بالوحي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركما السيدة عيشة كانت أعدى في نفس الغرفة ولم تسمع شيء فقالت تبارك سمع الله أنا في نفس الغرفة ولم أسمع همسها في أذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وربنا عز وجل من فوق سبع سموات يسمعها نعم ربنا عز وجل أقرب إلينا من حبل الوريد كما قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد بعض الناس لا تستحي من الله ويتجرع على حدود الله ويفعل معاصي لا ربنا يا راك وسوف تحاسب يوم القيامة على كل كبيرة وسغيرة يبقى الحديث واضح اتق الله حيثما كنت حتى لو انت في الخلوات لوحدك ربنا يا راك حتى لو انت في موطن القوة والعزة والجبروت والشرف والمنصب الله يا راك عز وجل حتى لو انت في موطن الضعف والانكسار ربنا عز وجل يا راك سبحانه وتعالى قائم على كل نفس اللي منها كسبت وهو سبحانه وتعالى الرقيب اتق الله حيثما كنت واتبعي السيئة الحسنة تمحها يعني لما تعمل سيئة ما تنزعكش كتير ربنا عز وجل يقول ايه ان الحسنات يذهبن السيئات وربنا عز وجل رحمته وسع جدا تستغفر يغفر الله عز وجل لك بل ان النصحة تعالى يحب المستغفرين ومن اعظم الطعاة الجميلة والسهلة جدا يا ذكر الله عز وجل لما انت تقعد تسبح ربنا عز وجل كما قال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ايها عجزوا احدكم ان يأخذ كل يوم من الف حسنة هيا جميلة هيا قالوا كيف يا رسول الله قال يسبح الله مئة مرة فيأخذوا الف حسنة يسلم يكسر من التسبيح ويكسر من الزكر ويكسر من الصلاة عن نبيه محمد على فكرة ناس كتير عارف الكلام ده وما بتعملوش وعدم توفيق في ناس كتير لما يتكلم عن زكر يقولك اه بالزكر ده في فضل عظيم جدا لانت من صلى عن نبيه محمد مرة واحدة ربنا بيصلى عليك عشر مرات تبو انت ماذا لا يصلى على النبي ولا يستغفر الله ولا يسبح وسبحان الله حديث عظيم برضو بفضل الزكر من قال لا إليه إلا الله وحده ولا شريك له له المنك والله الحمد وعلى كل شيء قاضي في دون مهات مرة كانت له عدل عشر رقاب يعني كأنه أعطق عشر رقاب لله سبحانه وتعالى وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة خطيئة وكانت حرزا له من الشيطان يومه حتى يمسي ولما يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا أحد قال مثله أو زاد عليه طيب من تعرف الحديث ده ما بتقولش لي عدم توفيق من تسأل نفسك لماذا أنا لا أكسب من ذكر الله عز وجل وربنا عز وجل يقول يا أيها الذين أمانوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالبقلنا الرحيم يعني لما تكسل من ذكر الله ربنا يصلي عليك معنى الآية يعني يصلي عليك يتنزل عليك الرحمات والبركات والتيسرات والنجاح في حياتك وأتبع السيئة للحسن وخالق الناس بخلق حسن الأخلاق دي أعظم حاجة في الإسلام يقول النبي محمد صلى الله أحب عباد الله إلى الله أحسن أخلاقا فالإنسان كلما حسن خلقه وتعامل مع الناس باللطف وبالرفق واللين والكلمة الطيبة وبالعفو عن الناس وبتقديم الخير لهم وهو ده حسن الخلق فينال أعظم الدرجات عند الله عز وجل في الجنة وده النصيحة السالسة الهامة والعظيمة جدا والحياء الإنسان حتى يكون حسن الخلق الأول الإنسان يبتسم دائما تكون مبتسم ابتسامتك في وجه أقيكة صدقة وده أول باب من أبواب حسن الخلق ثم الكلمة الجميلة الطيبة والعفو عن الناس في بعض الناس يقع كلامهم مريح كده يقبل الخواطن ده من أهل الجنة إن شاء الله الناس اللي أخلاقهم حسنة والناس اللي بيريحوا الناس والناس اللي بيجبروا خواطر الناس دول من أهل الجنة كما ورد عن نبيه محمد صلى الله قالوا يا رسول الله إن مرأة في أدنى المدينة كسيرة الصلاة وكسيرة الصيام وكسيرة الصدقة ولكنها تؤذي جيرا عنها قال صلى الله عليه وسلم هي في النار حسم الأمر وقالوا إن مرأة أخرى في أقصى المدينة قليلة الصلاة قليلة الصيام ولا تتصدق إلا بالأقط يعني بخيلة أو الصدقات بتاعتها أوليلا جدا ولكنها تحسن إلى جيرانها فقال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة حسم العمر هي في الجنة دي في النار وتلك في الجنة لماذا لأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول في حديث جامع إنما أبو عزت لأتمم مكارم الأخلاق أداء المعروف الإنسان يقدم الخير والمعروف للناس العطاء وهذا العطاء ربنا سيخلفه أكثر منه إذا أنفق سينفق الله عليك وسوف يزداد رزقك لن ينقص رزقك بالعطاء والمعروف إلى الناس والعفو ينبغي أن تعفو عمن أساءك وربنا عز وجل يقول وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم بخدر ما تعفو الجزاء من جزء عمل سوف يعفو الله عز وجل عنك ثم آخر حاجة بأكفل أذى لا يصح أبدا أن ينال الناس شيئا من أذىك بل تكون حديثا على أن لا يتأذى أحد منك أبدا تكون هكذا أكملت حسن الخلق إن شاء الله ما يكون للأوامر الربانية والطاعات عبر عن طيبات كما قال ربون عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس السلوك بتاع السلوء الخلق دي خبائس والسلوك الخاص بحسن الخلق دي طيبات اللي هي الصدق والعفو عن الناس وجبر الخواطر والابتسامة والكلمة الطيبة دي طاعات ودي حسنات تدخل صاحبها لجنة إن شاء الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون